الدرس الأولاني في الوحدة الثانية بيتكلم عن خصائص الموجات الصوتية يعني بيتكلم من الآخر عن الصوت الصوت ده موجة ميكانيكية طولية ميكانيكية يعني بتحتاج لواسط المادة لتنتقل ولا تنتقل في الفراغ وتولية يعني بتتكون من تضغطات وتخلخلات بيجعل للصوت موجات ميكانيكية أو الصوت موجات طولية أنا بكتب تعرف الميكانيكية وتعرف التولية المكانيكية يعني بينتقل في الأوساط المادية ولا ينتقل في الفراغ وتوليا بتكامل تضغطات وتخلخلات سرعة الضوء في الهواء 340 متر على السنة والسرعة دي مش سرعة سبتة لأنه بينتقل في الأوساط المادية يعني طبيعي سرعة الصوت بتختلف من وسط مادة لوسط مادة تاني لو أنا عندي الوسط المادة دي مادة صلبة أو مادة سائلة أو مادة غسية هيبقى أسرع سرعة للصوت هتنتقل هنا في المواد الصلبة لأن جزئات المواد الصلبة وريبة كلها من بعضها فهيتحرك فيها أسرع من المادة السائلة ومن المادة الغسية الأصوات اللي في حياتنا بينقسمونه نوعين نغمات موسيقية وضوضاء نغمات موسيقية بالراحة ترددها منتظم سابت زي ما هو فانويدني بترتاح لما تسمع له غير لما يكون فيه ضوضاء كمية دوشة دخلة مع بعض صوت خبط، صوت زعيق، صوت عربيات صوت دوشة في شارع كل ترددات مختلفة عن بعضها تردد، 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 دوشة، دوشة، دوشة اسمها دوضاء فلا ترتاح لها الأزن الصوت علشان بينتقل بينتقل في تضغطات وتخلخلات بس على هيئة كرات الكرات دي المركز بتاحها هو مصدر الصوت علشان كده لو في مصدر صوت في المكان الصوت ده بينسمع في كل الاتجاهات ليه؟ لأنه بينتشر على هيئة كرات من التضغوطات والتخلخلات مركزها هو مصدر الصوت مركزها هو الشخص اللي بيتكلم أو الآلة اللي بتطلع الصوت الصوت زي أي حاجة في الدنيا لها خصائص معينة أول خاصية هي درجة الصوت أول خاصية هي درجة الصوت دال الدرجة بترتبط بالتردد يعني لما التردد بيزيد درجة الصوت بتزيد علاقة تردية التردد أو الدرجة أنا بحدد بيه الأصوات الحدة والأصوات الغليزة أصوات حدة زي صوت البنات صوت المرأة يبقى أصواتها رفيعة أصواتها حدة لكن صوت غليز زي صوت الراجل صوت أسد حاجة صوتها غليزة صوت غليز يعني تردد قليل لكن صوت حد يعني تردد مرتفع عندنا حاجة اسمها الطول أو المسافة اللي هي بيتحركها لصوت الطول ده لما بيقل عدد اللي هتزاد بتزيد زادت عدد الاهتزازات عدد الاهتزازات أصلا ده تعريف التردد معنا كده أن التردد زاد يبقى حدة الصوت زادت يبقى التردد ودرجة الصوت العلاقة بينهم تردية التردد ودرجة الصوت وحدة الصوت العلاقة بينهم تردية لكن مع الطول العلاقة بينهم عكسية دلوقتي احنا عندنا 3 تيوب كل تيوب من دول فيها كمية مية مختلفة عن التانية يعني معنى ان عمود الهوى في كل انبوبة مختلف عن الانبوبة التانية هنجرب نسمع الصوت ونشوف ازاي عمود الهوى قصر عليه الانبوبة تنظر اكتر فرق بين فيه الانبوبة دي طول عمود الهوى طويل معنى كده ان التردد قليل التردد قليل يبقى درجة الصوت قليلة يبقى الصوت هنا غليص لكن هنا عمود الهوى قصير عمود الهوى قصير العلاقة عكسية يبقى التردد عالي يبقى درجة الصوت عالية يبقى الصوت هنا حاد كده يبقى احنا وصلنا ان العلاقة ما بين الطول بتاع عمود الهوى عكسية مع التردد طالما هي عكسية مع التردد تبقى بالتالي عكسية مع درجة الصوت لانتفقنا عن درجة الصوت مرتبطة بالتردد بيستخدموا حاجة اسمها عجلة صفار عجلة صفار دي بتستخدم لتعيين درجة نجمة مجهولة يعني هعرف منها التردد وعن طريق التردد اللي انا هجيبه هعرف درجة النجمة دي القانون بتاع عجلة صفار بيقول ان التردد بيساوي عدد الدورات الكاملة على الزمن بالثانية كل ده مضروب في عدد الاسنان بتاعت العجلة اللي هي عدد الاسنان بتاعت الترس وبنعملوها بالمثلث ده اللي فيه اربع حاجات فيه اللي هي التردد وحدته بالهيرتز دال اللي هو عدد الدورات وطبعاة ما لهاش واحدة دورة وخلاص النون اللي هي عدد الاسنان والزمن اي زمن dareoma فالثانية الدورات والاسنان فوق فعلاقاتهم بالتردد علاقة تردية يبقى علاقة عدد الدورات والتردد علاقة تردية علاقة عدد الأسنان والتردد برضو علاقة تردية مسائل الجزء ده في الاتحان بتيجي مسائل مباشرة جدا زي كده قال لنا إذا كان سرعة الدوران بتاعة عجلة صفار تعيين نغمة ترددها 200 هيرتز يعني الت بـ 200 هيرتز قال إن هي بتساوي 3 دورة يبقى الدال بـ 3 فين؟ في الدقيقة يبقى لازم إن الزمن يحوله بالثانية دقيقة يعني 60 ثانية عايز يحسب عدد الأسنان بتاعة الترس اللي أنا هعمله أنا هرسم المثلث ونعوض في المثلث أدي الته أدي الدال وأدي النون وأدي الزمن بالثانية عدد الدورات كان بتلاتة النون دي اللي أنا عايز أحسبها الزمن بـ 60 والتردد بـ 200 نبدأ نكتب بعد كده عدد الأسنان في المثلث الرباعي ده الكاملين فوق والنقصة تحت يعني أنا عندي الته والزين صفين كاملين يبقى الته في الزين على اللي نقصة اللي هي الدال نبدأ نعوض كل حاجة نشير رمزة ونحط الرقم بتاعها يبقى 200 في 60 على التلاتي ديت على الألة الحسبة هتطلع 4000 سن كل الجزء ده بالطريقة دي وما سأله مباشرة جدا ما فيهاش أي أفكار ولا أي حوارات الخاصية التانية اللي هنتكلموا عليها بالنسبة للصوت هي شدة الصوت شدة الصوت إذا كان درجة الصوت مرتبطة بالتردد شدة الصوت مرتبطة بساعة الاهتزاز شدة الصوت أنا هعرف الشدة بتاعته إذا كان الصوت ده قوي صوت عالي ولا صوت ضعيف صوته واطي الوحدة بتاعته وط على المتر مرب عشان كده تعريفه بيقول هي الطاقة بتاعت الصوت الصاقطة عموديا على وحدة المساحات المحيطة بنفس النقطة في الثانية الوحدة ولأن الشدة بتختلف من جهاز لجهاز من إنسان لإنسان من حاجة لحاجة فبقى فيه وحدة قياس عالمية لمستوى شدة الصوت اسمها ديسيبل في كذا عامل بيأثر على شدة الصوت أول حاجة المسافة ما بين مصدر الصوت والأذن أنا واقف بتكلم وقريب من حد لما أنا هبعد 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 صوتي بيقل عربية معدها في الشارع تحت بيتي صوتها عالي جدا طب العربية بعدت خلاص صوتها هيقل يعني العلاقة ما بين مسافة ما بين مصدر الصوت والأذن العلاقة بينها ما بين شدة الصوت علاقة عكسية بس مش عكسية لوحدها كده لأ هي اسمها بيتناسب بالتربيع العكسي يعني إيه تربيع عكسي كمثال إيه اللي هيحصل لشدة الصوت عند زيادة المسافة بين مصدر الصوت والأذن للضعف أنا هحسابها إزاي عشان عارف هو قال لي هنا إن المسافة هتزيد للضعف هتزيد للضعف يعني ضربت في اتنين طيب إحنا اتفقنا إن هي قانون تربيع عكسي عكسي يبقى بدل بدل الضرب تبقى إسمها طيب دي كانت على اتنين وتربيع يعني اتنين على اتنين طالما هنا اتنين قص اتنين وأنا قلت على يبقى إيزا تاكل شدة الصوت اتنين قص اتنين باربعة يبقى تاكل شدة الصوت للربع وهكذا في كل المساكل أنا هشوف هتزيد ولا هتقل هقسم ولا هضرب وأيا كان هحط الرقم تربيع الخاصية التانية ساعة الاهتزاز هنتفقنا قبل كده إن ما فيش صوت هيطلع من جره اهتزاز للقلم قاعد في أمان اللي مش هيطلع صوت لكن لما هيبدأ يتهز هيبدأ يخبط ويطلع الصوت يبقى لما ساعة الاهتزاز هتزيد شدة الصوت كمان هتزيد بس برضو مش هتزيد واحد ولا اتنين هيبتتناسب ترديا مع التربيع يعني ايه التربيع بنفس فكرة المسألة اللي قبل ماذا يحدث لشدة الصوت عند نقص ساعة الاهتزاز للربع طب إيه اللي هيحصل احنا اتفقنا إن العلاقة هنا علاقة ترديا وترديا مربع طيب هو قالي نقص للربع نقص يعني أسم على أربع طيب طالما ترديا يبقى هقسم برضو بس هقسم على أربعة قصة اتنين يبقى معنا كده تقل بالنسبة 1 على 16 عشان دي أربعة قصة اتنين نفس فكرة اللي قبلها بالزبط بس اللي قبلها كانت عكسية فعني لو مضروبها هنا هقسم هنا لو مقسمها هقسم لو مضروبها هضرب زيها يبقى احنا لغاية دلوقتي قلنا عاملين المسافة بين مصدر الصوت والأذن تربيع عكسي ما بين ساعة الاهتزاز لمصدر الصوت طردي بس مربع اللي بعدها مساحة السطح المهتز يعني ايه مساحة السطح مساحة السطح انا تليفون انا مسكه في ايدي هيبقى صوت عادي جدا عادي بس لما احطه على جسم رنان على صندوق رنان الصوت بتاعه هيزيد زي ما انا حاطت الموبايل في ايدي عادي صوت الفيبرشن بيبقى صغير لو احطه على حتة خشب وبزود مساحة السطح الصوت الفيبرشن بتاعه بيقلة يبقى بزيادة مساحة السطح بتزيد شدة الصوت العلاقة هنا علاقة ترضية العامل الرابع كسافة الوسط دفعنا في الاول انه هو موجات ميكانيكية يعني لا تنتقل في الفراغ وبتحتاج لوسط مادي انا اريدي عايز وسط اريدي الصوت بيحب الوسط يبقى انا لما هزود الوسط هزود كسافة الوسط الصرع بتاعت الصوت او شدة الصوت كمان هتزيد في حاجة اسمها مخلخلة الهوى دي بتفضيل الهوى انا لو حطت جواها جسم والهي فيها هوى يعني انا عندي وسط مادي يبقى الصوت عالي تبقى هفضي الهوى هشيل الوسط اللي موجود يبقى شدة الصوت هتقل بتبقى علل ان شدة الصوت في جهاز او في غاز ثاني اكسيد الكربون بتبقى اقوى من الهوى كالما اقوى يبقى كسافة ثاني اكسيد الكربون اكبر من الهوى اخر حاجة في شدة الصوت ودي اخر حاجة بتأثر على شدة الصوت هي اتجاه الرياح تخيلوا كده فكرة حد بيجري لقدام وانا روح تجاي زقوا من وره في نفس الاتجاه سرعته هدي ما يتدلق طيب حد بيجري لقدام وانا جيت من قدام بقامه وبرجعه الورق عكس الاتجاه يبقى شدته او سرعته كمان هتقل نفس الفكرة مع شدة الصوت في نفس اتجاه الرياح الشدة هتبقى عالية صوتي هيعلى بس عكس اتجاه الرياح الشدة هتقل الصوت قوته هتقل يبقى قولنا اول خاصية درجة الصوت دي مرتبطة بالتردد شدة الصوت عندنا خمس عامل بيأثروا عليه المسافة بين مصدر الصوت والأزن ساعة الاهتزاز المصدر الصوت مساحة سطح الجسم المهتز كسافة الوسط واتجاه الرياح الخاصية الثالثة نوع الصوت دي بقى لا لها علاقة بتردد ولا لها علاقة بشدة نوع الصوت انا بعرف طبيعة الصوت ده جاية منين بغض النظر عن ايه ترددها او عن ايه شددها ودولة بنتقسموا لنوعين نغمة اساسية ونغمة مركبة نغمة اساسية زي نغمة الشوكة الرنان انا بقبطها طلعت صوت خلصت خلاص لكن نغمة مركبة اصوات دخلة في بعض يعني بتبقى هي النغمة الاساسية وراكب عليها نغمة تانية اسمها نغمة توفقية طب مين اللي بيتغير علشان النغمة تتغير اذا كان دي اسمها اساسية يبقى انا مش عارف اغير الاساسية لكن مين اللي بتتغير النغمة التوافقية النغمة التوافقية بتبقى بالنسبة للاساسية اعلى في الدرجة واقل في الشدة اعلى في الدرجة يعني اكثر في عدد الاهتزازات لان اتفقنا ان الدرجة مرتبطة بالتردد والتردد هو عدد الاهتزازات ال bakalım عدد الاهتزاز دي اعلى علشان كده النغمة اللي فوق دي هي دي هي النغمة فوقي طيب اقل منها في الشدة اقل منها في الشدة يا لا واقل منها في الشدة يعني اقل في ساعة الاهتزاز دي ساعة الاهتزازة عالية دي ساعة الاهتزازة بتاعتها اقلية تبقى دي النغمة التوافقية ودي النغمة الاساسية هنا النغمتين اللي فوق واللي تحت دخلوا في بعض فدي بقى اسمها نغمة مركبة ايه هي النغمة المركبة؟ هي نغمة اساسية بتصاحبها نغمة توفقية أعلى منها في التردد وأقل في الشدة كده يبقى إحنا خلصنا خصائص الموجات الصوتية آخر جزء في الدرس بيتكلم عن أنواع الموجات الصوتية إيه أنواع الموجة الصوتية؟ الموجة الصوتية أنواعها بتتقسم على حسب التردد لتلات أنواع موجات دونة سمعية وموجات فوقها سمعية دون يعني أقل وفوقها يعني أعلى يعني ما بيتسمعوش أصلا لكن سمعية من إسمها يعني أنا سمعية السمعية بالنسبة للإنسان بدأت حاصر منها اتنين من 20 هيرتز ل20 ألف هيرتز 20 ألف هيرتز يعني 20 كيلو هيرتز إيش نحن لو نحول من كيلو من 20 هيرتز ل20 ألف هيرتز طب ننزل عن العشرين دون تبقى دي هاي اللي دونه سمعية أقل من 20 هيرتز زي الأصوات بتاعتي العواصف اللي تبقى قبل المطر الأصوات دي حم تسمعاش حملاي فجأة دنيا مطارت الفوق الـ 20 ألف فوق سماعية دي زي أصوات الدلفين وأصوات الخافة فيش وبرضه ما بتتسمعش طبعا بالنسبة للإنسان أخر من 20 إلى 20 ألف هرتز بس كئنات تانية ممكن السماعية بتاعته بتختلف شوية الفوق سماعية بتدخل في استخدامات كتيرة جدا بتدخل في الطب إن أنا بفاوتت بيها الحصوات الموجودة في الكلا وفي الحالب بكشف بيها عن تضخم البرستاتا بالنسبة للراجل ودي أثارها إيه على المسانة وبنستخدمها في جهاز الصنار عشان يعرفوا نوع الجنين والحاجات دي النوع التاني بنستخدمها في الصناعة بنعقم بيها المواد الجزائية زي اللبن زي المية طب ليه؟ لأن هي بتقتل البكتيريا وبتقتل الماكروبات بنستخدمها في المجلات الحربية إن إحنا بنكشف عن وجود الألغام في الأرض يبقى ماشي بالموجات بترني كده أو بتزني عند الحتة اللي فيها الألغام فخلاص الحتة دي أنا مش هقرج له كده يبقى الدرس بتاع الصوت ده خلص من الأنواع بتاعته من الخزائص بتاعته بالأنواع بتاعته حسب التردد والمسائل بتاعته هي نفس المسائل المبشرة ما فيهاش جر كده بكتب القانون بعوض خلصت المسألة ترجمة نانسي قنقر